السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرحب بكم معي في الفيديو. كانت من يلقاكم كلكم بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غايكون خاص بتصميم الحمام. فغتشوفوا معي العديد من المعلومات والنصائح والارشادات اللي كتخص تصميم الحمام. المساحة المثالية للحمام. وبنسبة الناس اللي عندهم مساحات صغيرة غتشوفوا اصغر مساحة ممكنة بالنسبة للحمام. تابعوا معي الفيديو غايكونوا في جميع التفاصيل. كانتمنى ان الفيديو يكون مفيد ويناء الاعجاب ديالكم. كانت طلب منكم فضلا وليس امرا انكم تخليوا واحد لايك تشجيعا للقناة وغتابعوا معي الفيديو. اذا بنسبة الحمام اول حاجة قبل ما نسموه خاصة نعرف المكونات ديالحمام. اذا المكونات ديالحمام تيكون الحوص ديال الغسل او المغسلة. كيكون الكرسي ديالحمام اعزكم الله. وتيكون مكان الاستحمام. بخصوص المكان ديالاستحمام كان دارج سابقا انه يكون فيه بانيو. ولكن العديد من الناس عرفوا انه غير عملي بالنسبة الاستحمام اليومي. هو فقط كيكون خاص بالاسترخاء لحظة رولاكس. اما بالنسبة الاستحمام فهو غير عملي بالمرة لهذا الناس اللي كيحتاجوه وعندهم مساحة اضافية كيوضعوا بجانبه مكان خاص للاستحمام هيكون افضل اما انما كانش المساحة الكافية فمن الافضل اننا نستغنو عليه بمرة افضل بكثير من اننا نوضعوه فقط بوحده اذا بالنسبة البانيوف فهو عالميا ما بقوش الناس تيوضعوه انما كانش عندهم المكان كافي فين نوضعو مكان استحمام اضافي اذا بالنسبة للاختيارات الاخرى اللي مكان الاستحمام ممكن نوضعو فيها رسوفور دو دوش او باك دو دوش مسوفر بالاسواق باحجام كثيرة واشكال عديدة كين ديال الكوان كين المستطيل مربع كيلي كيكون مصنوع من البرسولان وكيلي كيكون بالرخام بحال هذا اللي كتشوفو معي في الصورة تيتشيرو واجدين وكتاخدو القياس لحسب المساحة اللي عندكم كين كدريك اللي كيف يفضل ان هاد المكان يوضع فيه زليج او رخام يعني المعلم يصوبوه ما يشلوهش جاهز وهذا كيكون احسر اختيار بالنسبة اللي كيكون برخام ولا بزليج كتوضعو فيه لابونت فتيكون افضل اختيار بنسبة الاستحمام لان الروسوفور دو دوش كيوقع فيه واحد المشكل اديك الجلدة او هادك الكواتشو ديال المكان ديال القادوس ممكن كيوقع فيه مشكل وكيقدر يوضع تساروه بس الى الطبق السفلي المكان ديال الدوش ممكن سيباريه بحائط كيف كتشوفو معي يعني كيكون بالحائط مبني ممكن كذلك يكون بالزجاج الخاص بالحمام ممكن كذلك يكون واحد نوع ديال البلاستيك والاليمنيوم تيكون خاص بالحمام كما اننا ممكن الى كانت عندنا المساحات ضيقة انكتفو فقط بوضع واحد ستر او ريدو دو دوش باش هكا ما ياخدش لنا هادك الفاصل مكان اضافي بعد ما تعرفتوا معي على الاقتراحات الممكنة بالنسبة لمكا الاستحمام غنطيكم المساحة اللي خاصة تكون في هاد المكان مكا الاستحمام القياس المريح المناسب لداخل في المتوسط هو القياس ديال 90 على 90 يعني اذا كان عندنا مكان قدر نضعو فيه مكا الاستحمام فيه 90 على 90 فغيكون عدنا هنا يا مساحة مريحة متوسطة صالحة للاستحمام في حالتي اللي كان عدنا المكان ضيق ما عدناش مساحة اكتر لنوفرها للحمام فممكن نزلو بهذا القياس ديال الحمام من 90 على 90 الاقل قياس ممكن اللي هو اللي نخليه بنسبة لمكا الاستحمام اما اذا كانت المساحة متوفرة فممكن نضعو القياس الكبير اللي كيبقى هو متر على متر وخمسين وهذا غيكون يعني افضل اختيار الى كانت المساحة ممكنة اذا تعرفنا على القياسات ديال مكان الاستحمام بالنسبة الحمامات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وهنمشي والدابة للتاني عنصر اللي كيكون من مكونات الحمام واللي هو المغسلة او حوض الغسل كيف كنسميه احنا بالدريجة لافابو بالنسبة المساحة اللي خاصنا نخصها لهذا الحوض هو 90 سنتيم فهذا ما كيعنيش ان انا خاصنا نشريه او يكون عدنا واحد لافابو ديال 90 سنتيم وانما خاصنا نخص ليه مساحة ديال تسعين سنتيم على مترو ستين كمساحة حركة يعني مهما اختنا القياس دياله اصغر من تسعين ماشي مهم ولكن المساحة اللي خاصنا نخص لي باش تكون حركة مريحة هي تسعين سنتيم على مترو ستين وهذا غايكون هو القياس المتوسط المريح بالنسبة الحمامات الصغيرة اللي ما كتكونش فيها مساحة كافية وممكن ننزله بهذا القياس القياس اصغر اللي هو خمسة وسبعين سنتيم على مترو وربعين كتكون كمساحة حركة ديال خمسة وسبعين على مترو وربعين كاقل مساحة او اقل قياس ممكن نخصوه للحوض ديالغسل داخل الحمام بما ان هاد القياس الصغير ما يمكنناش نوضعه فيها لافابو بالمابل بالنسبة للناس اللي كيفضلوا هاد الشكل ديال لافابو فهيكون هنا فقط لافابو عادي مخصص للغسل باش ما يكونش تضييق على المساحة اكتر الاشخاص اللي عندهم حمامات كبيرة متوفرة لهم المساحة اكتر ممكن يخصوا المساحة ديال مترو وثلاثين على مترو وسبعين كمساحة ديالحركة مخصصة بالنسبة للحمامات الكبيرة غالبا الاشخاص اللي عندهم هاد المساحات يكون عندهم المكان ديالغسل فيه لافابو دوبل تيكون بالموبل دياله وغايكون هدا هو المساحة ديال الحركة المخصصة للحمامات الكبيرة وبخصوص اخر مكون من مكونات الحمام اللي هو الكرسي ديالحمام اعزكم الله هنشوفوا القياسات دياله الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الكرسي ده داخل الحمام غلنخصولوا المساحة ديال تسعين على مترو ستين كمساحة حركة مريحة يعني قياس مريح مساحة متوسطة هذا مك يعنيش انه هو في هاد القياس يعني كنخصص لكم دائما مساحة الحركة هي اللي كنتكلمو عليها بنسبة لهاد الكرسي ركا تكون فيه ربعين على سبعين ولكن احنا باش تكون عدنا واحد المساحة ديال الحركة متوسطة مريحة فغنخصولوا تسعين على مترو ستين كمساحة اه متوسطة ممتازة اه بنسبة الحمامات المتوسطة الى ما كانش عدنا هاد القياس ممكن عدنا المساحة ضيقة فممكن نزله الخمسة وسبعين سنتيم على مترو ربعين كاقل مساحة حركة ممكنة بالنسبة الكرسي وهديك تعتبر ضيقة اذا كنا مضطرين فغادي نخدمو بهاد القياسات الى كانت عدنا يعني المساحة صغيرة والحمامات الكبيرة اللي فيها مساحة اه متوفرة ممكن نخصوا المساحة ديال مترو عشر على مترو سبعين اه كمساحة ديال الحركة مخصصة بالنسبة الكرسي ممكن كذلك في هاد القياس نوضعوا كرسي ديال الحمام من الحجم الكبير لانه متوفرين عدة احجام بالنسبة لهاد الكرسي كيبقى دائما على حساب المساحة المتوفرة في الحمام اذا بعد ما اعطيتكم جميع القياسات الممكنة آآ بالنسبة المكونات ديال الحمام غنشوفوا التطبيق ديل هاد هاد المكونات داخل الحمام آآ ممكن تختاروا القياس اللي عندكم وتوضفوه بنفس الطريقة اللي غنشرح ليكم هنا غناخدو كمثال حمام مربع في متر وثمانين على متر وثمانين آآ بما ان هاد المساحة كتعتبر مساحة متوسطة اذا غدين ناخدو القياسات ديال المساحة ديال الحركة المتوسطة اللي وضعت لكم بالنسبة لجميع المكونات. وغيكون تقسيم ديال هاد الحمام على هاد الشكل. غنخصوا المكان ديال الاستحمام تسعين سنتيم. وبجانبها تبقى نتسعين سنتيم غنخصوها الكرسي ديال الحمام. وفي الجهة الاخرى قريبا للباب غالي نوضع اه اه او المغسلة وغير تكون تهي مخصص لها واحد تسعين سنتيم. هاكا غنكون وزعنا هاد المكونات ديال الحمام على حساب الممساحة المتوسطة اللي عندنا. دائما كيبقى على حساب المكان ديال الباب غنوزع هاد المكونات لان هنا واحد ملاحظة مهمة فاقلب مكونات للباب مخصوش يكون هو الكرسي ديال الحمام ولكن خاصة تكون المغسلة او لافابو لان هي الاكتر استعمالا بنسبة للحمام. ضروري تكون هي اللي قريبة للباب وما يكونش الكرسي او مكون اخر. فهذه ملاحظة جد مهمة. غادي نشوفوا تطبيق ديال هاد المكونات على حمام مستطيل. هاد النوع ديال الحمامات كي تعتبر اكتر استعمالا في تصاميم دائما تلقوا اغلب الحمامات على هاد الشكل اللي هو مستطيل مع اختلاف القياسات بطبيعة الحال. فهنا غنشوفوا تطبيق ديال جوجو سبعين على مترو ستين. وكذلك غنشوفوا مساحة اقل دائما بالنسبة للمساحات المستطيلة. اذا بالنسبة لهاد المساحة كتعتبر ايضا مساحة متوسطة. وبالتوزيع ديالها غايكون على هاد الشكل. غنخصو تسعين سانتين من المغسلة او لافابو. غايسكون هي اللي بجانب الباب. ومن بعدها غايكون الكرسي ديال الحمام. غنخصو ايضا مساحة ديال تسعين سانتين. وفي الاخير غنخصو المساحة الاخيرة اللي بقات اللي هي ايضا تسعين سانتين للمكان ديالاستحمام. التصميم دائما تيختلف على حساب المكان ديال الباب. اه بالنسبة لهنا نعطيكم فكرة اخرى اللي ما كانش الباب عندكم هنا كان في هاد المكان. فغايبقى نفس الترتيب دائما خاصة نخليه اه لافابو او حوض الغسل هو اللي في المدخل. بالنسبة لحد الحمامات المستطيلة يكون عندها واحد الميزة. ان جميع المكونات كتكون في خط واحد. وبالتالي كتكون سهولة في التوصيلات. وكذلك كتكون اقتصاد في المواد ديال التوصيلات. يعني كيكون افضل تصميم. اه غنشوفو بالنسبة لنفس تصميم ديال هاد الحمام بمساحة اقل. اه لا عندنا مثلا مساحة مستطيلة اقل من هذه. فغنشوفو التوزيع ديالها. غناخدو مساحة ديال لجوشة المتر وربعين على متر وخمسين. فعلي نقسموه بهذا شكل غسكون ثمانين سنتيم من مكال استحمام ثمانين سنتيم الكرسي وثمانين سنتيم من لفابو. دائما كيسكن على حساب الباب. الى توضع هنا الباب في الوسط غنغيرو ما بين الكرسي ديال حمام و لفابو. باش دائما يكون اقرب مكون الباب وهو اه لافابو. اه اذا بما ان هاد شكل مستطيل تيكون هو الاكتر استعمالا بنسبة لحمامات فهنا رسمتو لكم باش غتشوفوه معي اون تخوات دي. اه غتشوفوا معي هاد شكل في جوجو سبعين على متر وستين. نتيجي هكا الشكل ديالو تنحاولو دائما المكان مخصص للاستحمام نوضع له ارضية وزليج ديال حائط مخالف على باقي الحمام باش هكا يجي متميز ويجي الشكل ديالو زوين. يلا كانت عندنا امكاني انا نوضعو نافدة بنسبة الحمام غايكون افضل يلا ما كانش فاحنا قنوضعو اه اه قناة التهوية بحل هادي اللي كتشوفوه معي وكنوضعو لها اه رياحة اللي غدا تهوينا الحمام. ممكن نوضعوه بالحائط بحل هاد شلي كتشوفوه معي او نوضعو الزجاج كيف سبق وشرحت لكم في اول فيديو. وغايكون هذا هو الشكل ديال الحمام اللي كيكون على شكل مستطيل. يلا كنت وصلتوا معي الهاد المرحلة من الفيديو فاكيد انه اعجبكم فما تبخلوش عليها باللايك فضلا وليس امرا. يلا عندكم اي سؤال او استفسار بخصوص موضوع الفيديو خليهو لي في التعليق وان شاء الله نجوبكم. دائما كنت استوحي مواضيع الفيديوهات من خلال التعليق ديالكم. كنتمنى يلعجبكم ايضا محتوى القناة تشاركو فيها وضغطو على الجرس باش دائما تبقوا توصلو بكل فيديو جديد. في الاخير دمتم في رعاية الله والى فيديو قادم ان شاء الله مع السلام.